تبتولي من شوية نهواند الحزر مطلوب أكيد برضو بقى مش عايزين نرجع تاني لتفصيل اهضار الفرص والنوع ده من الأمور عشان احنا الموضوع ده قتل بحثا ويستحق نقف بعد انتهاء البطولة نقف عنده بقى ونشوف له صرف الموضوع ده لأن الموضوع المطول وليه انعكسات سلبية وعلى فكرة في بعض الأحيان بيبقى فيه أمور كتير لها انعكسات سلبية فكرة تلاحهم والمباريات والبطولات ده بينتج عنها ان النادي الاهلي في بعض الأحيان بيضطر انه يعتذر عن المشاركة بمناسبة الكلام ده يعني عايزين نعرف حضراتكم انه انبارح النادي الاهلي أصدر بالفعل قرار بالاعتصار عن المشاركة في كأس الرابطة وارسل النادي خطاب إلى رابطة الاندية المحترفة بيعتذر فيه عن المشاركة في هذه البطولة هذا الموسم وبالمناسبة دي المرة تانية على التوالي نتيجة نفس السبب شرح طبعا النادي الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية اللي كانت وراء هذا الاعتذار أكيد في مقدمة هذه الأعذار تلاحهم البطولات والمباريات لأن الفريق ابتدى مشواره لحضراتكم فاكرين في الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في السعودية بعدها الدولي الإفريقي لكرة القدم اللي طبعا شهد لقاءات ممتلحقة تقديما كل 72 ساعة كان عندنا ماتش وقتها داخل وخارج البلاد بعديهم بطولة الدولي المحلي بالتزامن مع المشاركة في دولي أبطال إفريقيا ثم التواجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل كرة القدم الإفريقية في كأس العالم للأندية وبعد يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله حيتوجه الفريق مباشرة إلى دولة الإمارات الشقيقة عشان يشارك في كأس السوبر المصري طبعا بنظامه الجديد للمرة الأولى فإحنا حتى عدينا مرحلة التلاح أنا تعبت وانت تتكلم أصلا وانا بنهج وضاها العظيمة وانا بنهج مبارك اللعيب عاملين إزاي؟ لا طبعا الموضوع صعب جدا كنا نتملنا كده كده طبعا نكون متواجدين مع الفريق في كل المباريات الخاصة به أعتقد وأتملنا يبقى فيه نسبة أو فيه فرصة أن احنا كمان نكون متواجدين في مباريات السوبر في أبوذبي أنا عارف أن أنت برضو بتحاول تحضر المطش والله أحب جدا وأنا كمان بحيقول حقيقة يعني لكنت متواجدة وقتها في الإمارات أكيد حريصة أن أكون في أبوذبي وأتفرج على المبارات طبعا فبالتوفير للنادي الأهلي لكن خلينا نقول أنا متفق معك جدا كمان مع قرار الأهلي خاصة أنت بتكلم المسابقة يعني المحلية أصلا موعدها غير منتظمة تماما